قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم الحدث السياسي والجدل الدائر بين فرقاء حزب جبهة التحرير الوطني فيما يتعلق بمدى شرعية عقد المؤتمر العاشر للحزب العتيد فمن المقرر أن تفصل محكمة بئر مراد رايس في طلب طيار المعارض بالحزب للحلول دون انعقاد المؤتمر لهذا أتشرف بحضور يحضر معي السيد نحات نحات يوسف وهو نائب برلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني مرحبا بك سيدي مرحبا شكرا للأخت هاجر في البداية أسمحي لي أن أحيي الجيش الوطني الشعبي في الدفاعها للسيادة الوطنية وفي نوعية هذه العملية وفي نفس الوقت أستنكر وصف الإرهابيين ومصص الدماء بالمناظلين فعلا هي سابقة ربما في سابقة خطيرة في التعامل مع الإعلاميين مع الجزائر خاصة أن هناك يعني معايير عالمية لوصف كل المنتمين إلى التنظيمات إلى كل التنظيمات وتصنيف المجموعات الإرهابية ضمن اتفاقية الدولية وما اعتد عليه الإعلام نسمي الأشياء بمسمياتها فهم إرهاب وليسوا مناظلين سيد نحات عودة إلى ملفنا والملف السياسي ما يحدث داخل البيت العتيد يعني بداية أيام قليلا قبل انعقاد المؤتمر صراع بين الأجنحة والفرقاء في رأيكم ماذا يحدث بالضبط يعني داخل هذا الحزب يعني الحزب الذي يعني عريق يعني في ما يحدث يعني في الساحة السياسية الجزائرية ماذا يحدث بالضبط هل لك أن تشرح لنا ماذا يحدث داخل الحزب أولا أشير أن تم تأجيل القضية في العدالة إلى وقت لاحق من نفس اليوم على الساعة الثالثة وأنا أعتبر أن هذا الإجراء أو هذا النضال القانوني ما هو إلا حلقة من سلسلة متواصلة لما يحمله المناظلين في الدفاع عن حزبهم حجب التحري الوطني الذي بوأنا هذه المناصب كنواب وطبق المدى 33 من القانون الأساسي للحزب فنحن نواب الحزب لنلحق الحضور المؤتمر بحكم الصفة ولا يمكننا أن نحضر مؤتمر يخترق فيه كل القوانين ويحضر فيه في غياب الهيئات القانونية الموجودة في القانون الأساسي والنظام الداخلي ما يربطون بأي قيادة في الحزب أنتم تطعنون في شرعية القيادة الحالية نحن نطعن في شرعية التحذير للمؤتمر التحذير للمؤتمر لكن حسب ملاحظنا أن الجهات الرسمية تتعامل مع القيادة الحالية بطريقة رسمية جدا بينها الترخيص للمؤتمر الترخيص للمؤتمر هو اعتراف بالقيادة الحالية من حق الآن القيادة الحالية للحزب تقديم طلب ترخيص لعقد المؤتمر نحن نطعن في هذا الترخيص أسباب ما هي فيه ما يربطون بأي قيادة سياسية هي قانون الأساسي ونظام داخلي وأخلاق وتقاليد اعتدى عليه الحزب ما فيش فترة تم اختراق فيها كل النصوص والأعراف في جب التحرير مثل هذه الفترة في تحذير المؤتمر أنا ما نتكلمش على شرعية القيادة الحالية وعدم شرعياتها إلى آخره ولكن نقول أن الركن الأساسي في تحذير أي مؤتمر لأي حزب هي قيادته بين مؤتمرين وقيادة الحزب هي اللجنة المركزية إذن نقطة الخلاف الوحيدة هي عدم مشاورتكم في خصوص هذا المؤتمر هذا ما فجر يعني هي عدم عقد دورة اللجنة المركزية ذات سيادة أي مؤتمر المادة 51 و52 من النظام الداخلي تقول أن اللجنة المركزية تتأخذ الإجراءات التحضيرية للمؤتمر واللجنة المركزية من صلاحيتها تحديد كيفية انتخاب المندوبين والمادة الثامنة من النظام الداخلي اللجنة المركزية تعطينا حق أننا ندعو لانعقاد اللجنة المركزية ونحدد تاريخها وجدو الأعمالها ما فيش انحياز أو هروب إلا لالتجاء النصوص تعقد اللجنة المركزية ولكن ماتا لا تعقد اللجنة المركزية ليلة تنعقاد المؤتمر كما تدعي القيادة الحالية وهذا هو كان النقطة التي رسعتمها إلى العدالة لتصلك آخر مستجددنا اشترك معنا عبر صفحتنا الرسلية ترجمة نانسي قنقر